أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرنتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تصديف مصر اليوم فعالية مؤتمر قمة دول جوار السودان حيث يبحث المؤتمر سبل إنهاء إسراء الحالي والتدعيات السلبية له على دول الجوار ووضع أليات فاعلة بمشاركة دول الجوار وذلك لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية بالتنصيق مع المصارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن استضافة مصر للمؤتمر تأتي في ظل الأزمة الراهنة في السودان وحرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صيغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان وأيضا اتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها وأيضا الحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الإثيوبية أبي أحمد الذي يرأس وفد بلاده للمشاركة في قمة دول جوار السودان بقصر الاتحادية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء بحث سبول تسوية الأزمة في السودان وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا وقضية سد النهضة قالت وزارة الخارجية الروسية أن قمة حلف شمال الأطلنطية أظهرت أن الحلف الغربي يعود إلى مقاططات الحرب الباردة مضيفة أن الكريملين مستعد للرد على التهديدات باستخدام جميع الوسائل اللازمة وفي بيانها أضفت الخارجية الروسية أنه سيتم تحليل نتائق قمة في لينيوس بعناية مع الأغضي في الاعتبار التحديات والتهديدات لأمن روسيا ومصالحها التي تم تحديدها مؤكدة أن موسكو سترد في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة باستخدام جميع الوسائل والأساليب المتاحة بالإضافة إلى القرارات التي اتخذت بالفعل ويتم مواصلة تعزيز التنظيم العسكري والنظام الدفاعي للبلاد قال الرئيس الأوكراني بلودمير زلنسكي أن قمة حلف شمال الأطلنطية أو جدت لأوكرانيا أساسا أمنيا لم يتحقق من قبل ووضعتها على الطريق نحو الانضمام للحلف وفي كلمته المصورة قال زلنسكي أنه للمرة الأولى منذ استقلال أوكرانيا صار هناك أساس أمني لمسع كييف للانضمام إلى حلف الناتو مضيفا أن الضمانات الأمنية الملموسة أكدتها أكبر سبع ديمقراطيات في العالم وجد دازل نسكي التأكيد على أن بلاده ستنضم للناتو فقد تم إزالة أي شكوك أو هموند حول ذلك أعلنت بريطانيا التي تتولى رئاسة مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة أن المجلس سيعقد اجتماعا علنيا اليوم لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي من جانبه أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أن بلاده ستواصل الإجراءات العسكرية الهجومية لحين توقف الولايات المتحدة عن تبني سياسة عدائية تجاه بيونج يونج تنطلق اليوم فعاليات مهرجان مدينة العالمين الجديدة وحتى السادس والعشرين من أغسطس المقبل تحت عنوان العالم عالمين وتستمر فعاليات المهرجان على مدار خمسة وأربعين يوما تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من مليون زائر من مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان التي تتنوع ما بين الفعاليات الرياضية والمسابقات الترفيهية إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم